شكراً لكم ممكن تكون احتمال ما يكون مصدر للعدوى لنا وإزاي إن البرازايت ده ممكن يدخل جسمنا أو يخرج منه حنكمل إن شاء الله نهارده بقى حاجة مهمة جداً 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 دي بتبقى مخط أسئلة كتير اللي هي الأول مع بعض كده يعني إيه كلمة البرازايت يعني البرازايت ده عنده القدرة إنه هو يعمل لي مرض معين؟ طيب المرض ده هو هيعمله إزاي؟ الطريقة اللي بيها حيسبب لي ترجمة نانسي قنقر طيب يا إما يجيب السؤال زي ما احنا قلنا كده بنفس طريقة العنوان إيه الباثوجينيسيز أو برازايتك انفكشن ونختار يا إما بيجيبها لي بالصيغة دي الويتش ده البرازايت can cause damage to the host يعني إزاي هو هيحدث damage أو تأثيره على الhost ده الطرق دي منتجمعها في الحروف القتال M-N-N-T-T-S-C كل حرف اللي كلمة كده key words بنندور عليها عشان إيه نقلل الحفظ على قد من عندي أول طريقة ممكن البرازايت يسبب بيها الديزيز اسمها mechanical M4 mechanical يعني إيه mechanical يعني البرازايت ده لو جاء وكان أنا عندي مثلا الانتستان هي موجودة وجاء البرازايت بنفسه وقف في الانتستان دي ولفه حوالين نفسه بالطريقة دي هيعمل إيه في الممر ده في الانتستان هيسده المريض ده هيجيله حاجة اسمها انسداد معوي اللي هي الانتستاني للأوبستركشن هيجيله بقى abdominal distension وسفير abdominal pain خلاص الأعراض دي كان سببها إيه كان سببها والله حاجة اسمها mechanical يعني إيه مرضو mechanical يعني البرازايت وقف بنفسه وبشخصه في الممر ده وعمل فيه obstruction يبقى إحنا نقصد إيه obstruct a normal passage هي دي الكلمة اللي احنا عايزينها من كلمة mechanical طيب إنتك example على الكلام ده زي ما قلنا الانتستاني للأوبستركشن أو لو فيه مثلا البرازايت سدت الفتحة بتاعت الابندكس في المريض ده يجيله appendicitis سدت الفتحة بتاعت مثلا البايل ضغط فيجيله colangitis وهكذا دي أول طريقة ممكن البرازايت يستخدمها عشان يعمل بيها إيه disease أو مشكلة بجسمك الطريقة التانية اسمها necrosis بالعربي necrosis يعني تحلل تمام إزاي ممكن البرازايت يحلل stichos بتاعتك أو cells بتاعتك عن طريق أن يكون بيفرز enzymes الـ enzymes دي بيفرزها البرازايت عشان يعمل إيه lysis أو damage للتشو اللي موقود أديك إجزامبل بسيط مثلا الفاشيولة بتحب تقعد فيه liver معروف أن الليفر كله hepatocytes مفيش مكان فاضي أن الفاشيولة تقعد فيه طيب هي بتعمل إيه بقى أول ما بتدخل بتبدأ تفرز histolytic enzymes كلمة histolytic يعني enzymes بتعمل lysis وdamage للتشو بتاعنا عشان تفضل نفسها مكان طيب وما كان الخلايا اللي تدمرت دي وحصل لها lysis أو necrosis تحلل أنا حشوف ده المريض إزاي حشوف أن المريض بدأ يعاني من قلة الفانكشن بتاعة liver بدأت liver enzymes تزيد بدأ يحس أنه فيه pain بدأ يحصل enlargement inflammation كل دي علامات بدأ يحصل inflammation في المكان نتيجة للإنزايم اللي البرازايت ايه أفرزها يبقى كلمة السر عندنا اللي يخلي قد تشو يحصله نيكروزيس هو أن البرازايت ده يفرز ايه enzymes طيب في بارازايت تانية ممكن تعمل حاجة اسمها new plastic formation إن هي تؤدي إلى ظهور cancer أو tumor ودي برضو اللي عندنا الشيسوزومة هيماتوبيا أو اللي احنا عارفنا هنا في مصر باسم البلهارزيا البلهارزيا اللي تقعد في الرئيورينا بلادر دي بيبقى عندها X الـ X دي فيها شوكة من تحت بنقول عليها spine وبتحط عدد كبير جدا من الـ X جوة الرئيورينا بلادر تيجي الـ X دي وهي نازلة تجرح في الميكوزة بتاعة الرئيورينا فهنا ممكن البلهارزيا تأدي اللي مع الوقت مع chronic irritation إلى tumor formation فالـ Tumor ده سابه إيه عشان كتير من الدكاترة بعد كده مش بيحط في اعتباره إنه ممكن يكون سابه Parasite كتير بيفكره في الأسباب الشهيرة للـ Tumor ويبعد عندما يخلص إنه ممكن يكون ساب Parasite فلا لازم نحط في اعتبارنا إن الـ Parasite ممكن يؤدي إلى ظهور tumor أو cancer طيب إيه كمان الـ Parasite ممكن يعمل لدي نتيجة أن التروما هو عملها عمل كدمة في جسمي والكدمة دي ظهرت علي أنا كإنسان بأعراض inflammatory area فيها ردنس وفيها hotness وفيها tenderness تمام طيب بما إنه يا شباب قسمنا قبل كده الـ Parasite لنوعين قلنا الـ Parasite هي إما Endoparasite هي إما Ectoparasite الـ Endo هي القاعدة جوه جسمي في الفيسرا بتاعته فدي عشان تثبت نفسها في الـ Organs دي لازم تعمل إديمة في التشو ده إزاي تعالى بسرع ناخد example على Internal إحنا سبع واخدنا إن اللي بتقعد في الانتستان بتاعتنا اسمها الديدان الشرطية أو بنسميها الـ Tape Worms الـ Tape Worms دي عشان تعرف تثبت نفسها في ممر زي الـ Entestin مش شوية أكل أو شوية سطول ما عندي ينزلها بره الجسم بتعمل إيه عندها زي الأسنان كده اللي بتغرزها في الميكوزة الأسنان دي لما بتتحط جوه الميكوزة بتعمل كدمة في الميكوزة بتبقى المنطقة دي إدامتس كده ورمة فجسمها بيحس إن فيه فبيبدأ المسلز بتاعة الـ Entestin تضغط كده على بعضها عشان خاطر تحاول تطرد الفرن بادي اللي موجود فانت بتحس ده في صورة مغس يبقى المغس ده ممكن يكون ناتج نتيجة لوجود فرن بادي زي الـ Teeth أو الـ بتاعة الـ Parasite عاملة لكدمة في الميكوزة بتاعة الـ Entestin فده سبب اللي أدى إلى ظهور الـ Contractions اللي عندي أو الـ Collex اللي عندي يبقى ممكن تكون الـ Parasite سبب في حدوث Trauma داخلية والـ Trauma دي هي اللي أدت لظهور المرض اللي عندي أو الأعراض اللي عندي طيب مش بس كده ده ممكن أصلاً الـ Parasite يكون بيعيش على الـ بتاعك اللي هو الاكتو Parasite زي قلنا اللايس اللايس والمرض اللي اسمه السكيبس أو الجرب بعد كده هناخده الـ Parasite دي بتهاجم طبقة الجلد بتاعك وبتبقى عيشة تحت الجلد أو زي ما قلنا الأمل مثلاً اللايس ده بيجي يدخل السن بتاعه اللي هو شبه الدبوس كده في فروة راسي عشان يشفط البلود ميل بتاعته مكان الدبوس ده بيحصل برضو إديمة وبيحصل inflammation اللي هي نعتبرها trauma فين في السورفس بتاعي يبقى ممكن الـ Parasite التrauma اللي بيسببها سواء كانت internal أو external تكون هي الكوز في الـ Disease اللي احنا شايفينه طيب كمان في طريقة اسمها toxic toxic يعني الـ Parasite ده بيطلع لي سمو actually هو ممكن ما يكونش بيطلع مادة سمو ولكن احنا بالنسبة لجسمنا حتى product اللي بيطلعها هو بيأكل وبيطلع فضلات الفضلات اللي بتطلع منه دي جسمك بيعتبرها بالنسبة له toxins ما هو يتسمى فبيبقى يحصل immune response تجاهها زي مثلا ان انا يبقى feverish ان انا يجيني shevering تمام يجيني bone ache أو body ache كل دي كرد فعل للimmune system تجاه الايه الاكسكريتا والتوكسنز بتاعة البرازايت فاوكن تكون العلامات اللي احنا شايفينها دي ما هي الرد فعل على التوكسنز والاكسكريتا بتاعة البرازايت طيب كمان ايه كمان البرازايت ده ممكن يكون هدفه او الtarget بتاعه ان يعمل cellular destruction يدمر خلية واحدة زي مثلا الriblot cell او اي خلية تانية في الجسم بس اشهر حاجة مثلا عندنا المالاريا مرض المالاريا ده الفلازموديم او البرازايت المسؤول عن المالاريا بيدخل يهاجم بس في جسمك الriblot cells رغم كده الا ان فيه اعراض كتيرا جدا بتترطب على تدمير الriblot cells دي طيب انا بقى كدكتور لما يجي افكر مثلا عيان عنده سبلينو ميجلي وعنده هباتو ميجلي تلاقي ده كثير تقولك لا لا ابعد سبلينو هباتو ميجلي دي ما تمشيش مع حالة مالاريا لا تمشي المالاريا بتارجت وانسل او زي الriblot cells ولكن الriblot cells دي عشان تبقى infected تمام بتتنظف بالسبلين فالسبلين بتكبر والباجمنس اللي بتبقى موجودة جواها بتروح للليفر فالليفر كمان بتكبر اش طلبة منك تحفظ كل الديتيلز دي ولا تعرفها كده كده الكلام ده هيتعاد بس انا عايزة مترتبة على تدمير الخلية دي اخر حاجة اللي هي استيميليشن of host immune response يعني ايه وازاي انه جهاز المناعة خليني حرسم لكم هنا على جنب immune response عشان انتو لسه ما خدتهوش فيه المايكرو immune response او جهاز المناعة عندنا بيتقسم لنوعين من ردة الفعل حاجة اسمها first line of defense او بنقول عليها innate immunity حاجة اسمها second line of defense او بنقول عليها acquired immunity الانات دي الحاجات اللي احنا كلنا مولدين بيها زي الجلد زي hair of the nose زي tear زي sweat الحاجات دي كلها بنوع عليها خطوط الدفاع الاولى اي infection مش هيقدر يخترق الخطوط دي عشان كده احنا بنقول محميين بالطبيعة لكن افترض انه كان فيه ارجناس ما بقى الفيرلانس بتاعه وعاني وقدر انه يخترق first line of defense في الحالة دي بيزهر النوع التاني او الخط التاني من انواع الدفاع اللي هي second line او بنقول عليها acquired وسامناها acquired لان هي بتبدأ تظهر كرد دفاع للأرجناس من داخل جسمك الاقوال دي بنقسمها يا اما humoral يا اما salmediated اوكي الhumoral معناه ايه معناه انه ما يبقى عندك antigen انا هرد عليه وكوين لك antibody دي كلمة humoral وعشان هادر اعمل الكلام ده فلازم يكون الارجناس ببتاعي موجود في الدم فالتيلينفوسايتس والبيلينفوسايتس شافوه والبيلينفوسايتس بدأت تصنعلك الantibody الspecific للانتجن ده عشان نتخلص منه اما لو كان الارجناس بده نستخبي جوه التشوه عندك فانا مش هقدر احربه بطريقة الهيومورال هفضل ان انا احربه بطريقة الايه السلمي ديتد من اسمها السلمي ديتد يعني احنا بنبعت جيش اسمه الانفلاماتوري سالس اللي هو الديفرانشل بتاع الوايت اللي اللينفوسايتس واليوتروفيل والإزينوفيل والبيزوفيل دي كلها بنبعتها كجيش بيحوط الارجناس اللي احنا عايزين نقتله وبيعمل حواليه كورة زي دي بيسموها جرانيولومة خلاص طيب ده كده المفترض الاميون سيستم لما يلاقي قدامه انفكشن بس ما بيقفش على كده لا يعني مثلا بعد مما اعمل لك انتيبادي تجاه الانتجن فانت هيتكون حاجة عندك اسمها انتيجن انتيبادي كومبليكس لزم تيكي خلية اللي هي اللي بتنظف بقى المقنسة اللي بنقول عليه هدي الفاجوسايت أو الماكروفيج تيكي تعمل فاجوسايتوزوس للانتيجن انتيبادي كومبليكس ده وتنظف قال لك طب افترض الماكروفيج ما جاتش هيحصل ايه الانتيجن انتيبادي كومبليكس دي عاملة زي ايه حبوب الصادة كده تبدأ تترصب على البلد بسلز بتاعتي وممكن يحصل لي التهاب في الاوعية دموية اللي بيقول عليه فاسكولايتس يبقى ممكن تكون الفاسكولايتس نتيجة للانتيجن انتيبادي كومبليكس دي بوزيشن افو برازاتيك انفكشن اه ده لو كان جهاز المناعة ما كملش دوره للآخر يبقى ممكن الاميون ريسبونس يبقى هو السبب في الكلانيكال بيكتشر اللي هتظهر على المريض ده كمان الجرانيلومة الجرانيلومة دي هدفها اننا بحاصر الارجاناسم عشان اقلل النيوترشن الوصله وبالتالي ابدأ ضعيفه ولما يبقى ضعيف نقدر ان احنا نسيطر عليه ونعمل فاكوسايتوزز كمان قالك طيب افتردي برضو بعد ما عملنا الجرانيلومة وحاصرنا الارجاناسم ما جاتش الفاكوسايت او الماكروفيج هتظهر الجرانيلومة موجودة ففيه ناس بتيجي تشتكي من علامات بتاعة الجرانيلومة دي كرة من الانفلاماتوري سيلس ضغطة على الارجان فييجي العين يشتكي مثلا بهافنس يشتكي ان فيه تقل في المكان ده يشتكي ان فيه بين كلام ده ناخد عينة نلاقي ان دي مش تيومر ولا حاجة دي عبارة عن انفلاماتوري سيلس فنعرف ان دي جرانيلومة لكنها ما حصلهاش ديزولف او ما اختفتش فضرت موجودة بسبب سبريشن في جهاز المناعة فممكن يكون الانيون سيستم هو السبب في ظهور الاعراض لو كان يا شباب الانيون سيستم ماكملش دوره للإيه للنهاية يبقى تاني كده مع بعض لو رجعنا ممكن فيه كذا طريقة يستخدمها البرازايل عشان يقدي الى مرض معين الطريقة اللي عندنا في الرسمة الاولى دي شايفينها اهي كمية الاسكارس هي دي دودة الاسكارس الموجودة جوه الانتستان وازي انهي اصلا عملت اوبستركشن للممرد ده كم ممر فاضي ربنا خلقه الاكل بيعدي والسطول بتعدي لا ده كله بقى مليان من الايه بالدود كده فحصل له انتستان الابستركشن يبقى الطريقة دي نسميها ايه نسميها ميكانيكل ان انا عملت اوبستركشن للنورمال باسج طيب الطريقة دي شايفين ان الليفر هنا عندي منطقة المنطقة دي فيها نكروزيس فيها حاجة شبه الباسك ده ويسكريشن ومش شبه النورمال بتشو بالمرة يبقى ده معناها ايه معناها ان المنطقة دي حصل لها نكروزيس حصل لها تدمر او تحلل بسبب ايه والله بسبب ان البرازايت ده افرزني انزايمز عمالك لتحلل اللي بتشو الصورة هنا لو ما ايش عندنا دي كده اليورينري بلادر اوكي وده كده السيرفكس فيه ماس طلعه في النص اهي في اليوم بتاع اليورينري بلادر الماس دي هي التيومر اللي ممكن بعض البرازايت تتأدي الى ظهور هذا التيومر لما تعمل مستمر في الخلايا قولنا ده جبه البلهارزيا او الشيسزوغ هنا دي رسمة الميكوزة بتاعت الانتستن ودي دودة موجودة تحت الميكوزة اهي وعملة حواليها شايفين حتة لونها احمر وإدماتس وعلامات الانفلاميشن فدي تعتبر انترنال تروما دي كلمة داخلية هنا نفس الكلام ده اعراض السكيمس او الجرب على مريض دلوقتي كل الاماكن اللي فيها رادنس وهوتنس ودي وديما دي كلها علامات نتيجة لاكسترنال تروما البرازايت موجود تحت الجلد في الاماكن دي وعمل كدمة وعمل حساسية للطفل ده بسبب وجوده هنا بيوضح لك بس ان في بعض البرازايت ممكن تتارجت خلية واحدة في جسمك بتشتغل بطريقة اسمها سيلور ديستركشن تروح تدمر الخلية دي وبالتاني هي اللي تكون مسؤولة تدبير الخلية دي يكون مسؤولة عن بقية جزء كده من الأورجن ووضح انه مش شبه النورمال تشو الجزء ده جزء بنقول عليه ماسك نفسه مش سائل ولكنه مش شبه النورمال دي شكل الجرانيولومة الجرانيولومة اللي هي عبارة عن انفلاماتوري سيلز بتسنراوند الأورجنازمة او البرازايز عشان ايه تقتله ده شكل الهيستولوجي بتاعه بيبقى عندي ده ال ايه الأورجنازم اختفت فبالتالي الأورجن ده هيفضل بيعاني من أعراض الكمبراشن الضغط اللي هتبشروا الجرانيولومة دي على النورمال سيلز اللي موجودة حواليها ده كده بالنسبة لأيه الاسباب او الطرق اللي ممكن البرازايز يستخدمها عشان يحدث المرض احنا جده خلصنا الانتروداكشن هندخل ان شاء الله على بتاعة البرازايز اخدنا المرة اللي فاتت ان البرازايز دي واحد من ثلاث عائلات يأما عيلة اسمها الهلمانتز وقولنا الهلمانتز دي بالعربي اللي هي الديدان او في عيلة اسمها البروتوزوة ودي كائنات وحيدة الخلية وفي عندي في الآخر الانتمالوجي او اللي هو علم الحشرات احنا هنتكلم النهار ده على اول عائلة اللي هي الهلمانتز او الديدان طبعا كل مرة بحاول بس احدد لكم الـ points اللي هنتكلم فيها عشان ايه تبقى دماغنا مترتبة منطفش وحنا بنتكلم احنا هنتكلم عن الهلمانتز بشكل عائم وايه هي تصنفها بعدين هنبدأ ناخد عيلة واحدة منها اللي هي عيلة التريماتوب هنعرف مين هم افراد العيلة دي وايه شكلهم وايه بتاعتهم وايه القاطل اللي احنا نازم نركز عليها نبدأ الاول بالإيه بتاعت الهلمانتز الهلمانتز دي ارجع تاني واقول عليها اسمها بالعربي الديدان بتنقسم ليه كلمة نقدر نقول عليها فاميلي في عيلة اسمها بلاتي هلمانتز وكلمة بلاتي دي باللاتيني معناها فلات وورمز الديدان المفلطحة او فايلة داني اسمه نماتي هلمانتز نماتي اللي هي الاستوانية الشكل او اللي نقول عليها الراود دورمز يبقى في تو فايلة او وحدثناها بلاتي وحدثناها ايه نماتي البلاتي يعني الفلاد والنماتي يعني الراود طيب في بقى تحت الفاميلي دي سب فاميلي عيلة اصغر منقول عليها كلاس فيه كلاس اسمه تريماتود وفيه كلاس اسمه سستود تريماتود وسستود دول تحت الفلادي هلمانتز والنماتي هلمانتز من اسمها الكلاس بتاعها اسمه ايه نماتود الفرق ما بينه في الجسمة كده بصدها شكل الفاشيولة دي ورمز بتكون شكلها فلاد عاملة زي الورق بس ايه ليه اشكال معين بنقدام فلاد ديها تجويف من الداخل لو جينا نبدأ ونشوف ايه هي الكاراكترز او المواصفات اللي بتميز بيها الديدان بشكل عين انا لسه دلوقتي باتكلم على العيلة بشكل مجمل اللي هي الديدان سواء كانت بلاتي ولا نماتي قالك رقم واحد ان الديدان دي كلها عبارة عن كائنات تتكون من اكثر من خلية يعني ايه برضو دي خلايا ماث وخلايا اصافيجس وخلايا الستامك وخلايا الانتستن وعندهم حاجة اسمها جانيتل في الابري والتستس واليوترس واللعين جلان يبقى فيه اكتر من نوع من الخلايا موجودة في تركيب الايه الكائن ده هو ليه بيقول لي مالتي سيلر عشان لما نيجي نقارنها مع الكائنات وحيدة الخلية اللي اسمها البروتودوة احنا قلنا ان دي كائنات وحيدة للخلية يعني دي يوني سيلر عكسها الهلمانتس لا دي مالتي سيلر عندها اكتر من خلية هذا different function يوجو لي الديدين دي لما تيجوا تشوفوا جسمها لو حاسمناه بخط طويل لونجوتين اللاين حتلاقوا ان الجسم بيتقسم لجزئين مشابهين او مطبقين لبعض دي بنقول عليها بايلاترال سيمتريك يبقى يوجو لي معظم الهلمانتس الجسم بتاهم لو تقسم بالطول هيبقى الright مطابق لأي الleft side طيب ايه كمان احنا قلنا ان الهلمانتس دي في منها بلاتي وفي منها لماتي البلاتي هم الايه البلاتي قلنا باللاتين الفلات فقالك في شكلهم ممكن تلاقي منهم الفلات والنماتي قلنا اللي هم الراوند يبقى اتجاه في الشيب وقالك flat or rounded لان هو هنا ما زال بيتكلم عنه الديدان بشكل عام ما حددش اي كلاس فيهم او اي فيهم في الاخر دي دي دان يعني ترى بالعين المجردة فحيكون طولها طويلة شوية لدار كده ان احنا ندر نشوفها بعينينا ما تشافش بس تحت المتلسكوب لا احنا ممكن نشوفها عادي بالعين المجرد السنفات اللي احنا نتكلم عن هدي اللي هي الاربع points دي تنطبق بقى على الplatz والنماتي تريماتود والسستود والنماتود كلهم عندهم نفس الكاراكترز يبقى السؤال لما ييجي نركز هو بيسألني عن المورفولوجي او الكاراكترز بتاعت مين بتاعت الهلمنتز ولا بتاعت البلاتي ولا بتاعت النماتي ولا بتاعت واحدة من الكلاسز خلاص لو كان جانرال فالمشترك انهم مالتي سيلر وبالترال سيماترال فلات ورمز أو راوند ورمز وي الونجايت كان لك طيب خلينا نبقى محددين اكتر ننزل تحت شوية نسيب الديدين ونروح للعيلة الاصغر اللي هي اسمناها البلاتي اللي هي بنقول عليها دي دين مفلطحة ودي تو كلاسز ياما الكلاس التريماتودة أو فلاس السستودة قالت دول انت سمتيهم بلاتي عشان هما فلات فأول حاجة طبيعية يقول هلك ان دول فلات دورس وفنترل كلمة دورس وفنترل دورس يعني الخلف وفنترل يعني الامام احنا بنقول عليهم طيب ايه كمان قالت ليف لايك ليف لايك يعني ايه يعني الاشكالهم غير ان هم عاملين زي الورقة ممكن اجيب ورقة كده اهو بس اقولك والله يقص الورقة دي على هيئة ورقة شجرة يبقى دي كده فلات وكمان نحدد شكلها من هو ايه ليف لايك شبه ورقة الشجرة ممكن عينة السستود لا تكون عاملة زي الشريط متقسمة كده بنقول عليها ريبون شيب يبقى ممكن تكون ليف لايك ممكن تكون ريبون عائلة البلاتي اللي هي مقصود بيها التريماتود والسستود عندهم جي اي تي سستم لو كانوا هما تريماتود وده هنقوله كمان شوية موجود ولكن ممكن يكون رودومنتري كلمة رودومنتري يعني غير مكتمل النمو او ممكن ما يكونش موجود اصلا زي مثلا في السستود يبقى لو انا هتكلم على البلاتي هقول ان الممكن يبقى موجود ورودومنتري وممكن ما يبقاش موجود اصلا الناس دي يا شباب حاولوا تجيبوا ورقة كده في البيت ماشي وحاولوا تقصوا الورقة من النص هل هتلاقوا فيه كافتي احنا كبنا قدمين شكلنا اللي حد ما سيلاندرك فلما ناخد كده في البطن هنلاقي ان فيه تجويف جوه اللي هو اسمه البرتونية الكافتي تمام الديدان دي اللي هي الفشولة ويعني قصود التريماتوز بشكل عين والسستودز بشكل عين او كلها لو جينا قصيناها من النص هنلاقيها ورقة برضو لان احنا قلنا شكلها من قدام مفلطح ومن ورقة مفلطح عاملة زي الورقة بالزبط لو قصناها مش هنلاقي فيه جوه تجويف يبقى الكائنات دي ما عندهاش بادي كافتي مهم جدا الكلام ده في الامسكيون طيب برضو يا دكتور الكلام ده شوية معايم انت بتكلميني على البلاتي والبلاتي دول اتنين تريماتود وسستود خلينا نبقى بقى ونتكلم على اول كلاس فيهم بس النهار ده نحفظ اللي هو التريماتود القسمة ده شوية بتاع ستات يعني معظم الناس اللي فيه ستات ويعني ستات تفهش شوية فبنحب الدق في الكلام الايه الصغير والكلام البسيط ده دايما كل كلمة بيبقى لها مراضف وكل مصطلح هنا في البار ليه اسم بديل فركزوا على اسمها البديلة كويس جدا يعني مع الوقت هتلاقونا كلنا عارفين ان في حاجة او كلاس او عيلة اسمها تريماتودا بس مش كلنا عارفين ان اسمها البديل فلوكس يبقى لازم نبقى عارفين ان لما اقول تريماتودا زي ما اقول فلوكس هي هي نفس المعنى طب هو يعني ايه فلوكس اصلا يا دكتور فلوكس يعني البرازايد ده جسمه عبارة عن ون يونت وحدة واحدة مش متقسم لهيد مثلا واناك وبادي وتي لا هو جسمه كله عبارة عن بلوكاية واحدة على بعض مش بيل لها راس من ديل من بطن لا طيب مين الاول افراد العيلة دي انا لما اقول مثلا انا عندي عيلة معينة العيلة دي بتتتكون مثلا من اربع افراد او من ثلاثة افراد عايزين نعرف اساميهم الاسامي مش عليكم حفظوا دلوقتي دلوقتي هتحفظوها في انفاكشوستو لكن عجبت تعرف شكلها ولو جتلك في المتحان سواء كان نظري او عاملي تبقى عارف ان الشكل ده تبقى عيلة التريماتود كيفي دلوقتي في انفاكشوستو انك لما تشوف رسمة تقول لي والله دي تريماتود او سستود او نيماتود مش مهم تقول لي اسمها بالزبط اي في انفاكشوستو هتبقى مطالب بان تتعرف كل واحدة اسمها بالكامل طيب مثلا انا عندي اول فرد في العيلة دي اسمه فاشيولة ودول اتنين اخوات توأم هيباتيكا وجيجانتيكا وعشان هما بيعيشوا في جسمنا في الليفر فراحوا بسمينهم الليفر فلوك يبقى الليفر فلوك هي البرازايدز اللي تبع عينة التريماتود واللي بتعيش فراحوا بسمينها انتستاين الفلوك وطبعا اشهر واحدة عندنا هنا في مصر اللي هي الشسيزومة دي في منها نوعين موجودين هنا المنسوني والهيماتوبيا والنوع التالي التالت ده موجود في اليابان اللي هو جابانيكا وده عيلة بتحب بتعيش في البلود فسل فراحوا بسمينها البلود فلوك حواليكم صور عنهم المهم من لما يجيب الصورة تبقى انت عارف ان دي تبقى عيلة الايه التريماتودة او الفلوك ما لهم التلات افراد دول احنا عايزين ندرس عنهم حاجات محددة كل مرة مش هنغيرها سواء انا بقى تكلم بقى على تريماتود سستود اي عيلة اي عيلة احنا عايزين نتكلم ايه عن الpoints دي رقم واحد عايزين نتكلم عليه حاجة اسمها general morphology المواصفات العامة لعائلة التريماتود كلها وبعدين حاجة اسمها special morphology كل واحدة منهم ايه اللي بيخصصها عن التاني او اللي بيميزها عن التاني بعدين حنتكلم على دورة حياتهم life cycle بتاعتهم وبعد كده هنجمع شوية نقاط كده important points عشان هي دي اللي بتيجي فيها الام secure يلا نندق مع بعض ايه المorphology general يعني كلمة general يعني اللي انا هقوله ده يمشي على اي واحد من الثلاثة اللي انت يقلتهم لتحت عيلة التريماتودة او الفلوكس ينطبق على الفاشيولة على الهيدروفس على الشيسزومة مفيش مشاكل قالك بسم الله الرحمن الرحيم وهم كلهم من عيلة التريماتودة والتريماتودة دي قلتيني من فايلام كبير كده اسمه بلاتي وبلاتي باللاتيني يعني فلات يبقى اول حاجة نقول ان هي ايه فلاتنت دورسو فلاتنت دورسو فلاتنت دورسو فلاتنت دورسو فلاتنت دورسو paper light زي ما قلنا طيب ايه كمان قلتيني اسمهم من التاني اسمه فلوك فلوك يعني وحدة وحدة مش متقسم يبقى كلمة مش متقسم دي يعني unsegmented قلنا انا عندهم elementary tract عندهم g.i.t بس rudimentary عشان اقدر اميزهم بعد كده عن السستون لان السستون ما عندهاش g.i.t خالص بما انهم عاملين زي الورقة فانا لو جيد قصيت باسمهم من نص مش هلاقي body cavity يبقى والتلاتة دول الاخوات لازم عشان اكمل دورة حياتهم يدخلوا عند intermediate host اسمه نسنين اللي هو القوقع الخمس حاجات دي خمس حاجات مشتركة ما بين الثلاث افراد بتوع كلاس التريماتودا تاني شكلهم فلات من قدام ومن ورد يسمى flat doors for ventral او بنون عليها paper line جسمهم one block على بعضه يعني unsegmented عندهم g.i.t system ولكنهم مش developed rudimentary ما فيش body cavity الbody cavity بتاعهم مش موجود لان هما وشوهم لازق في ظهرهم على طول عامل زي الورقة وعشان تقدر تكمل life cycle بتاعهم فانت محتاج توفر لهم عائل وسيط اسمه intermediate host snail طيب ايه بقى الخواص الspecial او morphology الspecial قالك الspecial عندنا points كده عريضة وبنحاول نملة تحت كل كلمة منها keywords تديني ايه بخلاصة عايزة عرف shape هتقول ايه طمانتي خلاص بقى قلتي فوق shape اهو flat endorso ventral paper like خلاص عايزة ايه تاني في shape لا كل من flat endorso ventral paper like دي كأن انت معاك ورقة الورقة دي انا لما اقول لك والله دي ورقة ممكن تكون فشولة ممكن تكون هتروفس ممكن تكون شسزومة كومترة يبا كده هتروفس يبا في شوية كمان تفصيل اكتر في shape عايزة نعرفه اتنين cuticle او هتلاقوا في الورق اللي عندكم بنسميه togment togment اللي هو مقصود بي ايه الouter layer بتاعتهم اللي هو skin بتاعهم يعني شكله عامل ازاي الاسكن ده او togment او cuticle ركزوا على الاسامل المرطفة طيب كمان عايزين نعرف الorgan of attachment هم عايزين يثبتوا نفسهم اللي بتعيش في النافر عايزة تثبت هناك اللي بتعيش في intestine عايزة تثبت هناك ولي بتعيش في بلطن بسك كلان ما تنسوش ان المعظم دي اماكن بتعدي فيها سوائل وممكن تخلي البراثات دي انجرف معي طب هي ازاي بقى عايشة في المكان دا ما بتطلعش منه هي بأكيد عندها organ of attachment هنتكلم على systems ويهم من الاتنين اللي بيبدأوا بحرف G G system والgenital system دول بس اللي احنا هنعمل comment عليهم وفي الاخر nutrition هي بتغزة على ايه وهي قاعدة في المكان ده النقاط دي مهمة جدا ان احنا نحفظها ونحطها دايما في اعتمارنا عشان ساطر هنقررها كتير او يبقى في التريماتون والسيستود والنماتون كل مرة هي هي نفس الpoints لكن بنغير الكلام اللي تحتيها نبدأ اول نقطة هكتبها لكم هنا تاني احنا عايزين نcomment على shape على cuticle أو skin على organ of attachment على systems والsystems اللي احنا بنcomment عليها الاتنين اللي بحرف G G I T و genital وفي الاخر هنcomment على nutrition لو بدأنا بالshape كل الصور اللي موجودة حفظ عشان الازئلة بتيجي جبها صورة سواء بقى صورة كتاب صورة المخاضرة صورة ايا كانت المهمة انت لازم دماغ متخيلة الصور دي الshape هتقولوني في وصف لعيلة التريماتود كلها اللي هو flab dorso ventral يعني مفلطحة من قدام ومن وراء بس ده حاجة عامة ما حددت ليش هي فشولة ولا هيتروفس ولا شسزومة قالك شوف لو ورقة شجرة لو انت ورقة وقصتها على هيئة ورقة الشجرة كده زي الرسمة دي يبقى ده معناها فشولة اسمها اللي فلاي قصتها على شكل الكوميترا اسمها pearshade ويدي هيتروفس قصتها على هيئة elongated elongated دي عاملة زي الماكرونة اللازانيا عافية الماكرونة اللازانيا المفروضة دي هي دي شبه الايه الشسزومة هتقوليه اه بس في الرسمة اللي انت حطاها دي شكلها عاملة زي الاسفاكتة مش اللازانيا اه لا هي اصلا لو تلاحظوا من هنا هي بتبقى مفروضة وليها فبيبين انه هو سطواني اسلاندريكن او rounded بس اكتشوالي هو مش rounded لو الفيميل اللي هي لونه اخضر دي طلعت من جوه هتلاقوا الميل اللونه بني ده اتفرد وبقى عامل بالظبط زي الماكرونة الايه اللازانيا خلاص يبقى عندي الفاشيولة بتبقى leave like اللي هي تروف وش سوزومة elongated ما تنسوش قبل اي كلمة من دول هنقول الوصف العين اللي هو flat dorsoventry طيب دي اول نقطة هي خلصناه تعالي نشوف الجلد بتاعهم بقى ال skin او التوجمد بتاعهم شكله عامل ازاي بصوا يا شباب هنتفق اتفق كده عشان نحاول نقل الحفظ على قد ما نقدر كل جروب التريماتوت مشي على قاعدة معينة ودايما اللي بيكسر القاعدة الشيسزومة دايما مشي خلف خلاف بتحب تخلفهم كده عشان تبقى ايه هي الظهرة وهي الواضحة اللي فيهم فاي سؤال حيبقى فيه except هنقول عليه شيسزومة ما عدا سؤالين لو سألني في السؤالين دول ال exception المراضي هتكون heterophist لو سألك عن suckers اللي هي بنقول عليها organ of attachment تمام ولو سألني عن egg hatchment البيضة بتاعتهم بتفرقع فين لو السؤالين عن suckers او egg hatchment في الحالة دي انا هقول لك والله الاجابة ايه heterophist اي حاجة تانية فدايما ال exception هتبقى ايجابة دوش السزومة يعني ايه الكلام ده ورضو يا دكتور مفهمتش تعال نشوف دلوقتي احنا بنوصف ال skin او المتوج او اللي هو طبقة الخارجية من الparasite ده كل الparasites دي سواء كان فشولة او هتروفس هتلاقي ان جلدهم من برا فيه شوك زي نبات الصبار بالزبط دي بنقول عليها spiny cuticle cuticle بتاعهم spiny طيب ما عدمين خلاص انت قطيلي اي exception من حط شسزومة طالما السؤال مش عن السكر ولا عن الage hatchment فهنا ايه ال outer layer بتاعتها بنقول عليها tuberculated يعني ايه tuberculated يعني جسمها من برا معرب حتة مرتفعة كده وحتة نازلة تحت حتة مرتفعة وحتة نازلة تحت وخلاص دي كلمة ايه tuberculated يبقى all have spiny cuticle except شسزومة عندها tuberculated ايه cuticle احنا عندنا لو عندي دي مثلا طبقة الاسكن وتحتها subcutaneous tissue هتلاقي تحت subcutaneous tissue في ايه في قالك حتى هم كائنات زينا ما تفرقش كتير عننا يعني تحت cuticle بتاعهم في 3 طبقات من muscles ايه 3 طبقات دول كل اشكال المuscle اللي ماشي بالطول longitudinal واللي ماشي بالعرض transverse واللي ماشي بالميل اللي هي oblic ما يمنيش قوي حكاية اشكال المuscle دي بس تبقى عارف ان تحت جلدها في muscles عشان هنستفيد من الكلام ده بعد كيف طيب كمان خلصنا الcuticle كلهم spiny معادش zoma tuberculated وتحت الجلد هنلاقي عضلات يا بالطول يا بالعرض يا ميلة نيجي الرقام 3 رقم 3 بيقولك الorgan of attachment او احنا بنقول عليه الorgan of fixation واللي انا دايما بحب اوضح لكم او شبه لكم بالسنين بتاعتنا احنا لما حب نمسك في حد كده من كتر غزنا نروح ايه مسكين ومسنن اثنين دي هي الorgan of attachment of fixation من شوية قلنا اللي عايش في liver وممكن في الbal duct فيتحرك اللي عايش في intestine فممكن شوية اكل او ما عندي يحرك اللي عايش في blood vessels فكل دي اماكن لازم يكون مسبتين نفسهم فيها ايه كويس هيسبتوا نفسهم بايه باشباه الاسنان اللي احنا قلنا عليها وحنسميها suckers هنسميها ايه suckers suckers دي في كل التريماتود اتنين يا oral يا ventral except ثانية يا دكتور انتي قلتين لو السؤال عن suckers او الage hatchment مش هنحط الشيس هنحط هتروفس هتروفس فعلا الexception هنا المراد الهتروفس هتروفس مالها عندها ثلاثة suckers oral ventral og genital طب يا دكتور هو يعني ايه oral ventral og genital اللي انتي عملت لي ده لو انا جيتها استم دلوقتي الفشولة اهي كده دي عندها كام عندها اتنين suckers suckers قلنا group of teeth واحد قريب من فتحة المouth اهي اسنان طلع من هنا فعشان هي قريبها من المouth سموها oral abdomen فدي رح ومسمينها ايه ventral كلهم عندهم oral ventral ما على الهتروفس عندها oral وventral وكمان genital طب oral قلت عشان جنب المouth ventral عشان في بطنون من قدام ايه بقى genital عشان جنب ايه genital organ جنب المال والفيمال genital system طيب كمان خلصنا الorgan of attraction تعالي نتكلم بقى على الهي system طيب الdiilustif بقى والgenital الاسم التاني عشان نقل الحفظ نخليه بحرف G أو GIT system بتاعهم يعني مغضو النظر عن الكلمة الموجود انا هقول مشكلة بس هو ما بتسألش في بتسأل كلمة واحدة هو موجود ولا مش موجود عندها GIT system ولا ما عندهاش آه ريمتودا عندها ولكن rudimentary يعني iridimentary يعني undeveloped مش متطور مش زينا oral cavity soft palate heart palate tongue small intestine ده حاجات بسيطة كلها عندها فتحة بسيطة كده في الأول اسمها mouth بعد كده أمبوبة بنسميها الفارنس الأمبوبة تنزل تحت شوية نقول عليها أصافيجس تتقسم الأمبوبتين كده زي من شايفين هنا مزدودين من تحت اسمهم intestinal كأنها intestine مفيش بقى small large لأ هي ده أمبوبة بتعمل وظيفة small والa والlarge مع بعض أهم حاجة للأبيب دي بتيجي في الآخر بتبقى blind مسدودة خلاص الكلام ده يبقى شوية exception للشيسوزومة كالعادة الشيسوزومة الأمبوبتين دول بيجوا يلحموا مع بعض تاني في أمبوبة واحدة دي الفاريكس عندي الأصافيكس عندي two blind intestinal seca acceptable شيسوزومة كل ده معناه ايه معناه ان الجي اي تي موجود أوردومانتري أو ضامر طيب لو تكلمنا بقى على الجينتال سيستم الجينتال سيستم قلنا انه الكائنات التريماتوت كلها بشكل عام بنقول عليها هرمافرودايت كلمة هرمافرودايت يعني بالعربي اللي هي بنقول عليها خنطة ان الميل سيستم والفيميل سيستم موجودين في نفس الجسم في نفس الكائن الحي لو انا رسمة دي رسمة الفاشولة فحتدو هنا الميل سيستم وهنا الفيميل سيستم موجود في نفس البرازايت طيب كلهم برضو ماشيين على نفس قاعدة الهرمافرودايت except مين يا شباب الشيست زومة separate sex يعني طيب يا دكتور دلوقتي لما الميل يبقى في جسم والفيميل في جسم عارفين ان لازم الفيرتليزيشن يبقى ما بين الكائن دا والكائن دا والأورجناسب دا دي بنسميها cross لكن اللي بقى الميل والفيميل جوه نفس الجسم في الحالة دي الفيرتليزيشن يبقى ازاي قالك يا اما الميل يفيرتليز الفيميل اللي معاها اللي في نفس الفاشيولة معاها فده نسميه self فيرتليزيشن يعني احنا اعتمدنا على نفسنا الميل عمال فيرتليزيشن الفيميل او ممكن يكون cross انه تيجي فاشيولة تانية تقف جنب الفاشيولة الاولى والميل اللي في رقم اثنين يفيرتليز الفيميل اللي في رقم واحد والفيميل اللي في رقم اثنين تبقى داخل كل واحد فيهم يبقى ها داي فاحمك يعني ايه كلمة فيرتليزيشن ميبي cross او self طيب كمان يا شباب هنتكلم على ايه على التستس التستس اللي هي هد جلاند في الميل سيستم بيكون عددها اثنين اكسبت برضو مين الشيسزومة يبقى اي اكسبشن هروح كتبة الشيسزومة اكسبت لو بتكلم على ساكرز هقول هتروفز او لو بتكلم عن حاجة اسمها egg hatchment هنقولها في life cycle برضو هتبقى الاجابة هتروفز التستس دول ممكن ياخدوا اشكال كتيرة branched او populated او globular ما يهمني اشكالهم دلوقتي الكلام ده سيفكش وسطوء في العملي لكن يهمني عددهم انه اتنين لقيت اكتر من اتنين يبا انت كده عرفت ان دي مش فشولة ولا هتروفز دي اكيد شسو زومة ده بالنسبة لي systems سواء كانت g.i.t او genital nutrition هي بتاكل منين قالت دلوقتي لما يبقى حد قاعد في البيت ومكسل يعمل اكل طبيعا ان يطلب من محل قريب منه مش هيروح يطلب من محل في اخرى الدنيا الparasites برضو بتعمل كده شوف هي عايشة فيه وايه قرب حاجة ممكن تاكلها من المكان ده يعني احنا عارفين ان الفشولة بتعيش في الليبر يبقى هتاكل من البايل جوس اللي موجود في الليبر عارفين الهيتروفز بتاكل من الانتستان يبقى هتتغزى على الانتستان الجوس والقيم اللي هو بتاعت الاكل الشيس بتعيش في البلاد يبقى هتتغزى على البلاد content والبلازمة اللي موجودة ايه فيه يبقى كل واحدة منهم هتاكل الاكل اللي موجود في منطقتها مش هتجيب من برا وده بناء على المكان اللي هي هتسكن فيه هنعرف نخمن الاكل بتاعها ارجع واقول رسومات يا شباب مهمة جدا رسومات مهمة جدا لو جات لي رسمة زي دي انا عايز اعرف ايه والله دي حاجة فلا شبه ورقة الشجرة يبقى دي غالبا فاشيولة عشان فاشيولة هي اللي بتكون leaf line الحاجات اللي برا دي على جلدها مبرا دي ال spines عشان الكوتجل بتاعها spiny المouth وال الصافيجس وال intestinal sickle بيبقى اتنين blind ended يبقى ده معناها عندها g-i-t بس sordomentary هنا في اتنين testis اهو يبقى ده الميل هنا في واحدة ovary uterus يبقى ده female يبقى الميل والfemale مع بعض في نفس المكان يبقى معناها ان هي herma frodi عندها اثنان حبة ناحية المouth اهمة اسمهم oral suckers وحبة بطاعة من قدام اسمهم ventral suckers لو جينا الرسمة هنا ده شبه الكومترا peer shaped فمنقول عليها hydrophis برضو من بره عندها شوك يبقى spina cuticle عندها oral suckers وventral suckers وجental suckers يبقى ده الexception بتاعها الوحيد اللي عندها ثلاث انواع من السuckers عندها برضو g-i-t زي ما تشايفين rudimentary اثنين intestinal secant مزدودين عندها male والfemale يبقى herma frody ده كده كان morphology general special لو جينا بقى نتكلم على life cycle شوية غلصة بس انتم مع الوقت هتتعودوا عليها وحتسمعوها مسهولة الرسمة دي حطى لك life cycle بتاعت التلاتة اخوات مع بعض فشهولة مع الهيدروفز مع الشيسزوما لانه كلهم عندهم حاجات common is common وبيختلفوا بعض حاجات بسيطة فهنحفظ العام وبعد كده نطبق على كل واحدة معه دايما اتفعنا ان اي دورة حياة للفارازايد ده هتبدأ بالعائل الاساسي اللي بنسمي definitive host ايه تعرفنا ال definitive host هو ال host اللي بتقعد جوا ال adult stage وبيحصل جوا sexual reproduction طب افترض انا ما عنديش definitive host اللي هو مما اننا طب بشري يبقى بندس غالبا الامراض اللي بتأتاكل human طب لو انا ما عنديش man او human في البيئة المحيطة انا كفارازايت اموت لا ادور على بديل البديل ده اللي هو حيوان بنسميه رسروار بيلعب دور definitive host لحد ما يتوفر definitive host جوه definitive host اتفانا من الميل والفي ميل حيعملوا ما بينهما بين بعض fertilization فيبدأوا يجيبوا baby طب الكلام ده هيحصل فين في اي مكان في جسمك لا ده عشان يحصل fertilization ويجيبوا البي لازم يكونوا مستقرين في المكان اللي هما بيحبوه اللي فيه اكلهم واللي فيه البيئة المناسبة لعيشتهم اللي هي مين يا دكتور اللي هي مثلا الفشولة بتحب دي الميل حيفرتلائز في ميل ويبدأوا يجيبوا البيبي البيبي عادة بيبقى محمي بشل بطبقة خارجية كده فبيبقى شكله نازل عامل زي البيضة اللي هي الاج الاج دي لما بتخرج بر جسمك انت كإنسان أو تخرج بر جسم الحيوان احنا بنستخدمها عشان نعرف اذا كان الانسان ده عنده اي مرض او يعني ده المرحلة اللي بتدور عليها دي هتساعدك في التشخيص تقول هو عنده مرض ايه بالزبط طيب لو جينا نفكر مع بعض الاج دي انا كدكتور اطلب عينة ايه عشان اعرف اشوف شكلها قالك تعالي معي الليفر الليفر اللي عايش جوه الليفر هيطلع طريق البايل داكت للسكن بارت فالاج بالطريقة دي هتنزل في الستور يبقى انا حط له بعينة الستور الهتروفس قعدة في الانتستن يعني برضو هتنزل الاج بتاعتها في الستور الشيستزومة بقى مش بلد ليه لان الادلت بتبقى قعدة في الدم بس لما بتيج تحط الاج بتاعتها ياما بتدخلها جوه اليومت بتاع الانتستن ياما بتدخلها جوه الكافتي بتاع اليورينري بلادر على حسب فصيلة الشيستزومة اللي هنتكلم عليها بعد كده يبقى انا ممكن الاقي الاج دي نزلالي في الانتستن والستور او نزلالي في اليورين يبقى كده بشكل عام خليك عارف ان الاج دي لما اتطرد برا جسمك هتطرد في الستور او ممكن في اليورين لو احنا بنتكلم عن النوع اللي اسمه هيماتوبيان في الشيستزومة واحنا الاج دي هنعرف شكلها ايه وبنان عنها هقول له هو انت عند فشولة واللي هيتروفس ولا شيستزومة اللي هتنكز معايا بقى في الحتة دي الاج دي عشان تكمل حياتها عايزة تدخل جوه كائن اسمه الانترميديا واللي هو احنا هنا عارفينه ان دي من المواصفات العامة للتريماتوت دورة حياتها بتكمل جوه السنين اللي هي القواقع والقواقع دي بتبقى عيشة في الميا فدايما بيسألك بتاعت التريماتوت بتبدأ او بتكون فين بتكمل فين بتكمل في الميا اش معنى لان الاترميديا تخوص بتاعها هو السنين دلوقتي يلقاك دي يا شباب لما تنزل الميا الضغط بتاع الميا حيفرقع الشل خارجي هيجي يحصل رابتشر للشلف دي بنسميها هاتشمنت اج هاتشمنت الربتشر دي بتاعت الاج هتخلي الامبريو اللي موجود جوه يطلع برا في الميا قالت الكلام ده هيحصل فيهم كلهم ما عدا الهتروفس اج مش معنى الشل بتاعها شوية تخين فلما تيجي تفرقعه لو الميا تضغط عليه مش هيفرقع بسهولة امار هيفرقع امت جوه السنين شخصيا يعني انت عايزة تقوليني ان الاج بتاعت الفشولة والاج بتاعت الشيسزومة اول ما ينزلوا في الميا هيحصل لهم هاتش لكن الاج بتاعت الهتروفس هتفضل بتكملة معايا هتهاتش جوه السنين شخصيا طيب خلينا الاول مع الاثنين اللي اول ما ينزلوا الميا هيحاتش يعني ايه هاتش يعني قلنا الشل الخارجي بتاع الاج دي هيفرقع ويطلع البيبي اللي موجود جوه البيبي بتاع التريماتود بيسموه ميراسيديم كل عيلة وليها اسم بيبي خاص ميراسيديم ميراسيديم ده البيبي بتاع الفشولة والهيتروفس والشيسزومة اي فرض في عيلة التريماتودة البيبي بتاعهم ايه من فوق عريض ومن تحت دي دي اسمها بيريفون عايز يتحرك في الميا عشان يوصل للقوقع يتحرك ازاي عن طريق شعر صغير كتاب بصوا موجود على السورفز بتاعه اسموه سيليا عنده غدتين هم موجودين فوق شايفين دول من التين دول اسموهم دول بيفرزوا بتعمل بتحرق ليه فهم الرسيديم عايز يدخل جوه جسم السنين اللي هو القوقع هوش عايز الكائن اللي عايش جوه هو عايز القوقع اللي بره بس عشان يععد ويعرف يعمل ملتيليكيشن ويعرف يعمل حاجة تحميه عشان ياخد وقته ويتكسر ويتطور طب الكائن بلقعت جوه القوقع عادي نعمل فيه ايه قاعدتلك بسيط نفرز عليه شوية انزايم نحرق ونخلص منه خلاص يبقى الميراسيديام دي كائن حيدخل جوه السنين يفرز الانزيمات بتاعته نلاقي الحيوان اللي جوه القوقع مات وتحلل تبدأ هي بقى تحتل الاسنين هتعمل ايه الميراسيديام دي قلتيلي هتعمل حاجتي يعني تزود عددها وتزود انتجينة باور بتاعتها ليه ما هي عارفة ان الخطوة الجاية هتدخل جوه الانسان او الحيوان ودول جهاز المناعة بتاعهم قوي فلازم تحضر الجيش بتاعها جيش يعني عدد كبير ومهيق مهيق يعني ايه يقدر يبقى عنده انتجة لما تدخل جسمك تكسب هي المعركة مش الانيون سيسم بتاعك هو اللي يكسب فهتعمل proliferation وتعمل ايه development طيب هتعمل proliferation وفهملها واحدة تنقص انت بقى اثنين الاثنين انت قسم يبقى اربعة اربعة يبقى تمانية وهكذا ها وبعدين قلت development بقى يعني الorgans اللي جواها تبدأ تتطور شوية شوية وانا ما بيهمنيش الorgans قد ما بيهمني زي ما قلت لكم الانتجن اللي موجودة على السورفس بتاعها ليه لاندين اللي هتديها القوة في ان هي تهاجمك بعد كده او تهاجم الحيوان ده طيب عارفين ابل لما بتطلع موبايل ورا التاني ورا التالت كل واحد تدي له اسم هنا انا كل مرحلة امشيها خطوة القدام بتطور هروح بسمية الكائن الجديد ده اسم يعني انا دخلت في الاول ميراسيديا كبرت شوية فسموني كبرت شوية سموني ريديا كبرت اكتر سموني سيركاريا يبقى كل مرحلة حمشيها القدام هتطور اكتر حبقى اقوى اكتر وهتسموني اسم خلي بالا مش معنى الكلام ده ان السيركاريا دي قضل لا دي دول كلهم تحت مسمى لارفا يرقى او امبريو ولكن ايه الفرق ده عنده 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 كل خطوة القدام بانتجن اكتر بديفالوب منت اكتر بس استيل ما وصلش الفول ديفالوب فورم زي وزي الاضر طيب اعيد الكلام ده تاني الكلام ده يمشي على مين يمشي على الفاشيولة فاشيولة نزلت الميا فارقاعة الاج طلع البيبي اسمو ميراسيديا عنف الميا بشوية السين يبتوع ووصل للسنين دخل لقى كائن جوه رح حرقه بالليتك انزايم قاعد جوه وتحول من ميراسيديا من سفوروسيست ومن سفوروسيست الريديا ومن ريديا بعد كده لسيركاريا وطلع بره السنين في صورة السيركاريا طيب الشيسيزومة قالك هتعمل نفس الكلام تنزل الاكت هاتش يطلع ميراسيديا تدخل جوه السنين بس احنا مش عارفين دايما ان الشيسيزومة دي خالف تعرف هي هتعمل هنا حاجة عشان تخليها مميزة هتعمل ايه تدخل جوه السنين تقولك انا اتحول بس لسفوروسيست ما عنديش وقت يلا على طول تحول لسيركاريا يبقى الشيسيزومة ما عندهاش ريديا مفيش حاجة اسمها ريديا في الشيسيزومة في ميراسيديا سفوروسيست ريديا اسيركاريا على طول خلاص طيب تعالوا بقى للهيتروفس الهيتروفس دي اصلا بديئة طريقها مختلفة يعني ايه يعني قالت ان الاج بتاعتها لما تنزل الميا مش هتقدر تعمل هاتش لان الشيل بتاعها قوي هتستنى تدخل جوه السنين لما الشل يحق كده فيه او يرتبط بيه الشيل بتاع السنين اللي اتنين يبدأ يحصل منهم احتكاج فيحصل رابتشر ليه الشيل بتاع البيضة يطلع البيب اللي اسمه الميراسيديم جوه السنين يبقى فارق الاتنين التانيين عن الهيتروفس ان عملية الهاتش من بتاعت الاج هتحصل هتحصل بس بدل ما تحصل في الميا هتحصل جوه السنين وحتعمل بعد كده الديفالوبمنت العايد بتاعها من ميراسيديم لسفوروسيست ريديا وفي الاخر سيركاريا يعني يا دكتور كلهم بيمروا باج ميراسيديم سفوروسيست ريديا سيركاريا اه ما عدا مش السزومة ما عندهاش ريديا طيب جينا بقى للسيركاريا ما لها السيركاريا دي قالك ده عبارة عن أورجاناز او بارازايد عنده بادي البادي بتاعه شبه التريانجل شيب شوية وعنده كمان تيل يبقى اي سيركاريا عبارة عن بادي وتيل او هيد وتيل البادي دي هي شايلة كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها السكرز والجي اي تي والجينتال سيستم بس كلهم undeveloped لسه عشان ده بيمي والتيل هو ده اللي شكله بيختلف من واحد للتاني يعني ايه يعني دلوقتي لو جبت شوية مية وروحت فاحصة للسيركاريا اللي فيهم ازاي يعرف ان دي سيركاريا بتاعت فاشيولة ولا هيتروفس ولا الشيسوزومة قالك دور على شكل التيل التيل شكله بيختلف على حسب البرازايت بتاعه تعالوا نشوف دي كده رسمة السيركاريا عندي الهيد بتاعتها بالحاجات اللي قلنا عليها من جي اي تي وجينتال سيستم وساكرز وغيره كله موجود في الهيد او في الباطل التيل بقى هياخد واحد من ثلاثة يأما مقسوم كده دي اسمها forked tail عم زي الشوكب وبالتيني بيسموها ferco circus ferco circus اللي هي مقسومة الايه الديل او لو كان الديل كده straight زي القلب نازل خط واحد يبقى دي بنقول عليها simple tail وبالتيني بيسموها lepto circus lepto circus lepto means the sample او دي الديل بتاعها عامل زي ان فيه غشاء محواطه عامل زي الايه السيلوفان كده فيه طبقة سيلوفان محواطه وعريضة دي بنسميها membranus التيل ده عامل زي الممبرين وبالتيني بنقول عليها pleuro lofo pleuro lofo pleuro جاي من pleura اللي هو غشاء بتاع long ولوفو يعني الممبرين بيه اللتيني يبقى pleuro lofo circus دي الهيتروفس يبقى تاني اللي ديلها مقسوم اتنين كده دي شزومة اللي ديلها straight forward و sample يبقى دي فاشيولة اللي ديلها عامل زي الممبرين وعريب دي الهيتروفس طيب هي السيركاريا دي دكتور هي المرحلة اللي هتعديني قالك لا السيركاريا دي عاملة زي السمكة تفضل عايشة طول ما هي جوه الماء لحضط لعبر الماء هتموت فوجودها جوه الماء ده سهل جدا ان يخليها الانفكتيف بس شرط ان الانسان هو اللي يتزل لها الماء وده بيحصل في الشيسزومة فعلا دايما نيقولك البلهارزيا دي بتيجي لما الناس تنزل تستحمى في الترعة هو ينزل يستحمى الماء فيها السيركاريا تخرم الاسكن بتاعه يبقى في حالة الشيسزومة السيركاريا هي فعلا الانفكتيف مرحلة المعدية قالك اما في حالة الهيتروفس والفشولة لأ ليه انت عشان تتعادل الهيتروفس بتاكل سمك مش مطبوخ كويس طب والسمك ده مية لأ ده كائن حي عشان السيركاريا تدخل جواه بتلوز التيل بتاعها بتفقد التيل بتاعها وتاخد البادي تحوطه بغشاء داير ميدور المنظر ده دي كل الأورجنز اللي احنا قلنا عليها ودي كده تعتبر الهيت بتاعة السيركاريا وده الكافر او السيست الخارجية اللي بتغطيها نسميها ايه اللي بنشكلها يتحول كده نسميها انسيستد متا سيركاريا وهي دي الانفكتيف ستيج يعني ايه دكتور الكلام ده سيركاريا اللي هي اليرقة اللي احنا عارفينها متا جاية من كلمة متامورفوزوس اللي هو التغير في الشكل انسيستد يعني السيركاريا غيرت شكلها فبقيت ايه متحوطة بغشاء او بخلاف اهو خارجي طيب تعالوا نشوف بقى الفاشيولة هتعايدي ازاي بالفاشيولة لما يكن شوية خضار او خضروات مش مخصولة كويس برضو عليها الانسيستد متا سيركاريا يبقى طالما انا هخلي السيركاريا تطلع بره محيط الميا يبقى لازم تحولها من صورة سيركاريا بصورة محمية اسمها انسيستد متا سيركاريا ودي هي اللي هتعتبر الانفكتيف ستيج في حالة الفاشيولة او الاه الهيتروفوس لكن في حالة الشيسوزومة لا مش محتاج انها حولها انسيستد متا سيركاريا هتفضل السيركاريا هي المرحلة المعنية لان الانسان هينزل لها الميا ايه شخصية طيب اللي هي طريقة العدوى لما اقولك انت تعديت ازاي في الفاشيولة ما تقوليش عن طريق الهيتروفوس الهيتروفوس دي هي مصدر العدوى السورس اف امفكشن بس انا بقولك انت تعديت ازاي مش اتعديت بايه فالمود اف امفكشن دي تقولي انا اكلت انجشن اف اكلت اكلة كنت ملوس ببين بالانسست متاسيركاريا يبقى لازم المود في انفكشن يا شباب يضمن طلب حاجات تقولي انت ايه طريقة اللي اخدت بيها العدوى اكل ولا شرب ولا حقن ولا ايه بالزبط انهاليشن وبعدين تقولي سورس انت اكلت خضار اكلت لحمة شربت مية عملت ايه وتقولي انفكتف ستيج اللي كانت موجودة جوه الحاجة اللي انت اكلتها او شربتها او وتفر يعني مثلا في الفاشيولة حنقول في الهتروفس هنقول برضو انجشن بس الايه انكوكد فش اكل مش مضموخ كويس او سمك مش مضموخ كويس وجوه برضو الانسيست متاسيركري الاسكن او الشيستزومة هقوله حصل تم اختراق الاسكن بتاعي عن طريق الايه السيركري شخصيا مش بقى الانسيست متاسيركري طيب دي نقاط كده تجميعة احنا كلها تقريبا نقلناها ما عدا نقطتين النقطة الاولى بتقول ان نقدر نقول عليها داي جناتك داي يعني اتنين جناتك يعني انها طبيعة وراثية ثنائية ازاي يعني يعني طريقة التوالد فيها او الريبرودكشن اللي فيها ان فيها نوعين في حاجة اسمها ساكشوال الريبرودكشن واسكشوال الساكشوال دا احنا عارفينه اللي بيحصل في الديفنتيب هوست واللي هنا بنقول عليه المان او الريسرفوار اللي هو الانيموس والاسكشوال دا اللي بيحصل في الانترميديت هوست اللي هو تعتبر السنيل في حالة التريماتون خلاص يبقى دي كلمة داي جناتك ان في في اللايف سايكل بتاعت التريماتون نوعين من التزاوغ ريبرودكشن سكشوال واسكشوال طيب المعلومة التانية قلنا انه كل التريماتون هرمافرودايد ما عادش السيزومة دي سابرت سكس كل ميل او في ميل حيكونوا منفصلين عن بعض التريماتون كلها بتعيش هما هي فراش عذبة ما على الهيتروفس ممكن تعيش هما هي براكش براكش يعني مالح على عازب خلاص فدي كلمة براكش الدايجنوستيك ستيتش قلنا هي دايما بتكون من المرحلة اللي أنا هستخدمها في التشخيص الأيج هي اما في عينة ستول أو في عينة يورن الأيجز هنشوف أشكالها دلوقتي هتلاقوا انه كل الأيج عندها غطة مغطيها اسمه الأوبركلام ده بيبقى عامل زي الكاب أو الغطة اللي موجود فوق راس الأيج ما عادة الشيسيزومة بيبقى عندها شوكة أو سباين هنلغي النوطة بتاعة الأيج أرماتيور إكسبت فاشيولة دي هنلغيها هتاخدوها في انفكشو واسكوبش دلوقتي الأيجز كلها بتهاتش في الووتر قلنا ما عادل هيدروفز هتهاتش جوه السنين البابي والأمبرو بتاع التريماتود عرفنا اسمه ميراسيديا وانه هو بيعوم في المية عشان يوصل للسنين وانه كل أفراد بتاعة التريماتود عندها ريديا ما عادلش سوزوها ما عندهاش ريديا وكلهم بيدخلوا داخل السنين كانترميديا بيحصل لهم بس الهتروفز شوهته في الرسمة إنها مش بس السنين لأ دي بعد السنين كمان بتكمل وتدخل جوه الفش أوكي فالفش دي تعتبر ساكن انترميديا هوست ليه يا دكتور سميتي الفش ساكن انترميديا هوست تعالوا مع بعض كده بالعالم لو أنا جيت سألتك هو اللي موجود دلوقتي جوه الفش دي أدلت ولا لاربا هتقول لي لاربا الانسست متاسركاريا دي صورة من صور اللاربا طيب دا يمشي مع تعريف الانترميديا هوست طب هي جوه هتثبت على نفس هيئتها ولا هيحصل لها اسكش والبروليفريشن لأ هو اللي بيوجد بداخله وبيحصل فنقدر نقول على الفش ساكن انترميديا هوست فيهم كلهم المرحلة اللي هتعديك هي ما عدش المرحلة اللي هتعديني هي يمين شخصيا السركاريا تعالوا بقى رسميت مهمة جدا 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 عندي دي الرسمة بتاعة الأدلت فشولة شكلها دي كده الأدلت هتروفس قلنا شكلها بيبقى شبه الكميترا ودي كده بتبقى شبه المكرون اللازانيا زي من شايفين كده هي متنية على بعض عشان تاخد الفيميل جواها دي بتبقى الأدلت شسوزومة عندي دي الأج بتاعة الفشولة أوكي الأج بتاعة الفشولة بيبقى ليها غطة ده بنقول عليه الأوبركلام وهنا نفس الكلام يا إما أحط الكاب على الراس وتبقى مقفولة كده يا إما ممكن الكاب تفتح عشان تدي مخرج للميراسيديم يخرج بره يبقى ده أوبركلام هاجد وده أوبركلام مش هاجد طالما فيه غطة على راسنا يبقى احنا يا فشولة يا هيتروفس خلاص يبقى دي بتاعة الفشولة وبتاعة الهيتروفس لكن لو ما عنديش غطة خالص عندي بدلها شوكة دي سيبوها لأن دي مش بتاعتنا دي بتاعة اليابات بتاعة المصر هنا المنسوني أو الهيماتوبيا هتلاقوا إن الأج بتاعة الشرسوزومة فيها إيه فيها سباين طالما الشوكة يبقى على طول دي إيه الشرسوزومة طيب هنا بصوا الأج دي مثلا عندها إيه عندها غطة من فوق هو الحتة دي غطة خين شوية يبقى دا أبركلم يبقى هقول خلاص يبقى دي يلقك بتاعة الفشولة يلقك بتاعة الهتروفس داك ما تمشيش الشرسوزومة الشرسوزومة لازم شوكة دا هنا شايفين عنده شعر غنم كده دا الميراسيديا دا البابي بتاعهم وهو بيعون في المية بس دي دي صورة من غير سبغة من قول عليها ودي صورة بسبغة دفعنا طيب عندي دي كده السيركارية اللي هي عبارة عن تريانجولر هيت مايش بتاعي معاق شوية نهو وبعد جده عندي التيل التيل جيت لقيت في الآخر تقسم اتنين يبقى دا فورك تيل يبقى دي اسمها الفرقو سيركس بتاعة الشسوزومة خلاص دا هنا نفس الكلام التيل بصوا في الآخر المقسوم يبقى دي برضو هنا لأ هنا دي راس اهي وديل بس عادي هنا راس وديل اهي سمبل تيل يبقى دي اللبتو سيركس بتاعة الفاشيولة دي كلها اشكال السنيلز مختلفة مش عايزكم تعرفوا اسامي دلوقتي خالص هلاخدها في لكن تبقوا عارفين ان لما يجيب لي الصورة دي ويسألني this is the intermediate host of which of the following تريماتود ولا السستود ولا نيماتود اولو لأ السنيل ده ال intermediate host بتاعة التريماتودة مش بتاعة السستودة ولا بتاعة الديماتودة اللايف سايكل انا جايبا لكم اللايف سايكل بتاعة كل واحدة عشان بس نطبق الكلام نبدأ كده مع بعض مين ال definitive host المان طب مش موجود يبقى الرسوربور اللي هو الانيمون دي مين دي الأج اللي هي تعتبر ال Diagnostic stage زي ما انا شايفها قدامي مفيش سباين يبقى هي عندها غطى من فوق اللي هو الأوبركلام يبقى دي اما ايج فشولة اما ايج مين هتروفس اعرف ازاي نكمل لقيت ان روحة الميا وفرقع اللي بيفرقع في الميا بتاعة الفشولة يبقى دي مش هتروفس يبقى دي الاج فشولة طلع البيبي ابو شعر ده اسمه ايه بيراسيديا حيدخل جوه السنيل جوه السنيل يكبر شوية باسمه يكبر اكتر باسمه ريديا يكبر اكتر باسمه سيركاريا تطلع السيركاريا من بر السنيل عشان تكمل حياتها وتروح تحول نفسها للصورة اللي قلنا عليها انسيست تفقد التيل بتاعها وتروح حطها غليف حوالي البادي بتاعها ونسميها انسيست متى سيركاريا وتبقى دي هي بتاعتنا ناخدها في اي خضار مش مخصول كويس فيجلنا العدوى لو جينا نشوف هنا برضو المان هو شكل شبه الكوميترا يبقى انا استوعبت ان دي هيتروفس هتنزل هي عندها كافر من فوق اوكاب يبقى دي مفترض بالنسبان الاج بتاعة الفشيولة الهيتروفس اعرف ازاي لقيت ان لما نازلت الماء ما فرقعتش دخلت جوه السنيل على طول يبقى اللي بيعمل اج هاتش من جوه السنيل دي بتاعة الهيتروفس جوه بقى برضو اتحولت من ميراسيديا من سكوروس ست الريديا وفي الاخل السيركاريا شايفين السيركاريا بتاعتها التيل بتاعها شوية فيه غشاء كده منبرين فبنقول اول على الفش دي هي السكن انترميديا دي المكان التاني اللي هي حتستقر فيه وبعد كده تتاكل بالإيه بالإنسان طيب نيجي نشوف الفش السيزومة وجد رسمة اللي موجودة عندكم في الكتاب انه المان هو جوه المان هو شايفين الادلت ميل بيلف حوالين الميل بيلف حوالين الفيميل وبعدين بينزلوا الاج اللي هي عندها طالما لقيت على طول في الاج بتاع الشيزومة لما بتنزل المايا بتفرق ويتطع لي اللي هو الميراسيديا يدخل داخل السنال بيتحول على طول وبعدينها سيركاريا مفيش عندي هنا في النص ريديا السيركاريا اللي هي دي لها مقسومة دي الفيركوسيركس بتهاجم الانسان وبتخرم جلده مباشرة من غير ما تتحول يبقى هنا تعتبر السيركاريا هي شخصيا كده خلصنا الهلمانتز أتمنى تكون وصيت لكم لو فيه أي سؤال بعتولي على ميليجرام